قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين من الأنهار ينسينا لحرمان بيوم هنعيش في الجن دا يوم هنعيش في الجن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقصوتنا وقضوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما زلنا مع حضراتكم في يوم في الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة حياتكلمنا في عجالة سريعة عن وصف مختصر لإزاي هنعيش يوم في الجنة واتكلمنا في أن المولى عز وجل دعانا إلى الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى الجنة وقلنا أن أقرب طريق للجنة هو الطقوة وأقرب طريق للطقوة هو الصيام يبقى الصيام هو أقرب طريق إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى ذكرنا يا جماعة أن الجنة هي الوطن الحقيقي وهي الوطن الأصلي لأن سيدنا آدم لما كنا في ظهر أبينا آدم وكان في الجنة فلما أخرج من الجنة وإحنا خرجنا معاه أصبحنا كالمسافرين محتاجين نرجع للوطن مرة تانية والوطن هو الجنة وإحنا وإحنا مسافرين هلمر بأربع رحلات زي ما قلنا رحلة الدنيا ودي بتستغرق ما بين ستين لسبعين سنة بالكتير ورحلة تانية في القبر ممكن تستمر آلاف السنين وممكن مئات السنين وممكن أقل وأكثر الله أعلم ورحلة تالتة هتكون في أرض المحشر ودي مدتها خمسين ألف سنة لكنها بتمر على المؤمن اللي أطاع ربنا واتبع نبينا صلى الله عليه وسلم وقلنا رحلة الأخيرة إما في الجنة إما في النار ربنا يرزقنا وإياكم الفردوسة الأعلى قلنا الرحلات دي كلها أهم رحلة فيهم الرحلة الأولى رغم إن هي أقصر رحلة لكنها أهم رحلة اللي هتغرسه هنا هينفعك في التلاتة رحلات و هيختم بالرحلاتك الأربعة في الفردوسة الأعلى ربنا يجمعنوا وإياكم في الجنة و إذكرنا يا جماعة إن الجنة محتاجة عمل ومحتاجة بذل و كما قال الإمام بن القيم رحمه الله رحمة ihn وساء النعيم لا يدرك بالنعيم لو كنت عايز ترتاح هناك لازم تتعب هنا لو ما كنتش عايز تتعب هناك لازم تبزله هنا علشان ربنا يكلمك إن شاء الله وترتاح في الجنة وذكرت لكم اللي بشرهم النبي على السلام بالجنة سواء كانوا من الرجال أم من النساء وتعالوا نكمل النهاردة حلقة بعنوان صفقة رابحة بعدها مباشرة الحلقة القادمة هنبتد نخش الجنة ونبتد نعيش في الجنة ونشوف مفاتيح الجنة وأبواب الجنة وإزاي نتعايش مع كل حاجة في الجنة بوصف النبي على السلام لأن احنا قلنا بيصحبنا في هذه الرحلة كلها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هيعرفنا كل حاجة لأنه هو الذي رأى الجنة بعينيه وكما قال أحد السلف والله لقد رأيت الجنة قالوا كيف ذلك قال رأيتها بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عيني قد تطغى وقد تزيغ أما عين النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصفها الحق جل وعلا وقال ما زاغ البصر وما طغى تعالوا نشوف إيه هي الصفقة الرابحة ما زلنا مع النبي على السلام وبنقوله يا رسول الله عايزين نخش الجنة فأخبرنا إن في شرطين وحكتين لازم نعملهم عشان نخش الجنة رقم واحد نطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولذا صحف الحديث الذي روال بخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي وكل دي من أقوى أرفاظ العموم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من رفض ممكن حد يرفض دخول الجنة قالوا ومن يأبى يا رسول الله هم الصحابة استغربوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللي بيعصى النبي على السلام هو مش عايز يخش الجنة لأن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لم يجعل طريقا إلى الجنة إلا خلف النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يبقى ده الشرط الأولان والشرط الثاني إن في عقد لو حضرتك واخب بالك من الموضوع دوت العقد ده ورد الصيغة بتاعته في الكرآن فلازم نمضي العقد ده مع ربنا سبحانه وتعالى عشان نخش الجنة قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ده التمن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والكرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببايعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إبا في عقد العقد دوت فيه ثلاث حاجات العقد نفسه والبائع والمشتري من المشتري هو الله سبحانه وتعالى ومن البائع أنا وانت بنبيع أنفسنا وأموالنا لله مع إن سبحان الله كما قال ابن عباس قال ربح البيع أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها ثم يأخذها مننا ويعطينا الجنة ربح البيع إذا كنت إحنا أصلا خلق من خلق الله وذكاة الفلوس ديت فضل ونعمة من ربنا فربنا بيقول إن الله اشترى من المؤنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مع أن إحنا أصلا لا نملك من أمر أنفسنا أي شيء هو ده العقد والعقد ده لابد أن تتوقعه عشان تخش الجنة وعشان كده العلماء قالوا خد بالك مدوم تهتمت العقد يبقى لازم يكون الدفع مؤدما يعني لا يمكن تخش الجنة إلا إذا قدمت نفسك ومالك لله سبحانه وتعالى بتقول لي يا ربي أنا لا أملك من نفس الشيء أنا ربي حتى قلبي الذي بين جنبي لا أملكه قال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصاب الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يبقى لابد يكون الدفع مقدما فالسؤال هنا هو سؤال جميل أو أوي إذا كنت أنت تقدر يا مسلم وإذا كنت أنت تقدر يا مسلمة إذا كنا نقدر نحن نقدم أنفسنا وأموالنا في مقابل أن نحن نخش الجنة فيا ترى مدومنا نقدر نقدم النفس والمال عشان نفوز بالجنة فهل نعجز أن نغض بصرنا عن الحرام هل نعجز أن نحن نبر أمنا وأبونا هل نعجز أن نصل للأرحام أو نحسن إلى الجيران أو نكرم اليتام أو أن نحن نكون صادقين أو نترك أي معصية تغضب ربنا سبحانه وتعالى أكيد هتكون أسهل بفضل الله مدوم تقدر أن أنت تقدم نفسك ومالك فداء يعني لدين الله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى عشان تعرف وتستشعر العقد والبيعة الجميلة دي كلها والصفقة الرابحة ديت تعالى نشوف مين اللي نزلت فيهم الآية الجميلة ديت كان من ضمن أسباب النزول الغريبة جدا والجميلة جدا في هذه الآية أن الأنصار لما راحوا بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعت العقبة الثانية ودي أعظم بيعة في الكون وهي في أعناق كل مسلم ومسلمة إلى قيام الساعة قال عبد الله بن رواحة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشترط لربك واشترط لنفسك اطلب لنت عايزه قال اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا قالوا واشترط لنفسك يا رسول الله قالوا واشترط لنفسي أن تمنعوني وتحموني مما تمنعون منه أبناءكم وأزواجكم وأنفسكم قالوا فما لنا إن فعلنا ذلك قال لكم الجنة قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل فنزل قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله أكبر وفي رواية إن الأنصار راحوا لنبع سمه كانوا سبعين رجل وامرأتان قالوا لي يا رسول الله على ما نبايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تخشوا في الله لو ما تلائم وعلى أن تمنعوني يعني تحموني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم وأزواجكم ولكم الجنة قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم باعة العقبة الثانية اللي كم من نتائجها إن بعد ذلك مهدت أرض المدينة لأن يهاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عليها دولة للإسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أكيد في ناس إلسة مترددة ها هتوقع ولا مش هتوقع قل لي طاعة الرسول سهل قوي لكن توقيع العقد ده إن أنا أقدم نفسي ومالي صعب قوي خد بالك وإنه لا يسيل على من يسله الله عز وجل عليه والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين قدم وقولنا موافق وتعقد الصفقة الرابحة عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم الحلقة القادمة هنمسك مفاتيح الجنة ونبتدى نخش ونمشي مع النبي في كل حتة في الجنة ونسعد بالجنة شوفوا المنظر اللي إحنا عاديم فيه ده يعني حسين كأن إحنا عاديم في جنة الدنيا وزي ما وردت لكم في أكثر من حلقة هذا إعداده البشر للبشر فما أظنكم بإعداد رب البشر تعالوا نشوف ونشوف مقارنة بسيطة جدا بين متاع ونعيم الدنيا وبين نعيم الجنة علشان تقول إن شاء الله لا بد أن أوقع العقد ولا بد أن أسير خلف النبي ومشوار النبي على السلام لأن من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى تعالوا نقارن بين الدنيا وبين الجنة في مقارنة يسيرة جدا ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمنينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا قبل الفاصل قلنا عايزين نعقد مقارنة ولو يسيرة جدا بين متاع الدنيا وبين نعيم الجنة قل ليه ما قلتش بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة لأن كل ما في الدنيا وصفه الله عز وجل في جملة من آية قارج جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أما النعيم اللي في الجنة نعيم باقن ونعيم حقيقي نعيم غرس الله كرمته بيدي سبحانه تعالى ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذر سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن بعض الناس بتؤثر الدنيا على الأخرة لأن الدنيا قدامه شايفة أما الأخرة فهي غيب وهو لو عنده يقين في ما عند الله يعلم أن ما عند الله خير وأبقى المولى عز وجل لما عقد مقارنة يسيرة جدا بين متاع الدنيا وبين نعيم الجنة قال جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المصومة والأنعام والحرف قال إيه ذلك متاع الحياة الدنيا سبحان الملك والله عنده حسن المآب يعني ده متاع الحياة الدنيا لكن اللي عنده ربنا حسن المآب ثم قال بعدها قل أأونبئكم بخير من ذلكم للذين التقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد عشان كده في عجالة سريعة تعالى نعقد مقارنة يسيرة جدا جدا وسريعة جدا بين متاع الدنيا وبين نعيم الجنة متاع الدنيا قليل قال جل وعلا كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن التقى وإحنا قلنا التقوى هي أقرب حاجة توصلك للجنة والصيام هو أكثر حاجة توصلك للتقوى يبقى الصيام يوصلك للجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذا قال صلى الله عليه وسلم من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيوضح لك مدى قلة متاع الدنيا بالنسبة للآخرة قال مثل الدنيا بالنسبة للآخرة يعني قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فالينظر بما يرجع وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت يعني ما حصلش لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ولما كان متاع الدنيا قليل ربنا عاتب الذي يؤثر الدنيا على الآخرة قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا خير لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الله أكبر يبقى رقم واحد نعيم الدنيا قليل أو متاع الدنيا قليل رقم اثنين نعيم الجنة أفضل طبعا لو قارنت بين طعام الدنيا وطعام الجنة يعني شتان ما بين هذا وما بين ذاك قارم بين مية الدنيا اللي بتشبهه مية الجنة قارم بين أنهار الماء وأنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن اللي موجودة في الجنة وبين هذه الأشياء اللي موجودة في الدنيا شتان شتان قارم بين أزواج الدنيا وبين أجواء أزواج الجنة رغم أن الزوجة المؤمنة إذا كانت مؤمنة وماتت على إيمانها بفضل الله سبحانه وتعالى هي وزوجها فهي زوجة له في الجنة وتكون أجمل من الحور العين أضعافا كثيرة لأنها هي التي صامت وصلت وتعبت وتحجبت وأطاعت زوجها وحصنت فرجها وصامت شهراء وفعلت كل هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى قارن فالمقارنة مستحيلة رقم ثلاثة الجنة خالية من شوائب الدنيا أنت في الدنيا بتاكل لكن ممكن تمرض وبتشرب وممكن تمرض وبتلبس لكن اللبس بيقدم وبتتزوج وممكن زوجتك تتعبك أو أنت تتعبها وبتخلف لكن ممكن أولادك يعقوك وممكن يكونوا كويسين معاك وهكذا فالدنيا لا تخلو من الشوائب ومن المكدرات أما في الجنة فالنعيم خالص وصافي وباقي ونعيم لا يخطر على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى بل إن قلوب أهل الجنة الصافية لا تشوف هناك لا حقد ولا حسد ولا غيبة ولا نميمة ولا رياء ولا نفاق ولا كذب ولا خيانة وقال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين الله أكبر الحاجة الثالثة نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باقن قال جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق يبقى نعيم الدنيا سينفد وزي ما بيقوله جماعة الدنيا هي إما هنسبها يا إما هتسبنا يا إما هي تسبنا ونفتئر يا إما إحنا هنسبها وهنموت أما الآخرة لا هتموت ولا نعيم الجنة هينفد نعيم الجنة موجود على طول بل إن نعيم الجنة بيزداد وكل يوم النعيم أفضل من اللي قبله وكل متعة أحسن من اللي قبلها وفوق ده كله وأنتم فيها خالدون خالدا مخلدا فيها أبدا ولذلك أختم بالعنصر ده يا جماعة المولى عز وجل لما خاطب عباده المؤمنين في أمر الجزاء خاطبنا على ثلاث أنواع من الخطاب النوع الأولاني حاجة أنت بتشوفها في الدنيا فاذكرها لك المولى عز وجل في الجنة ولكن شتانة ما بين هذا وهذا يعني إيه؟ الجنة فيها أو الدنيا فيها نخل وزيتون ورمان وفاكهة صح كده؟ والجنة فيها كذلك فاكهة ونخل ورمان لكن شتانة ما بين هذا أو ذلك لكن لما شفت ده في الدنيا ربنا خاطبك به صراحة النوع الثاني حاجة أنت ما شفتهاش لكن ممكن تدخيلها حد فيكم شاف مية ما بتتغيرش أبدا؟ لا بس ممكن تتخيلها حد فيكم شاف لبن اللبن دوت لا يفسد مع مرور الأعوام؟ ما شفناش لكن ممكن تتخيله حد شاف خمرة لذة للشاربين؟ لا ما شفناش لكن ممكن تتخيل وهكذا فيذكر لك المولى عز وجل هذا النوع على سبيل المثل فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عصر المصفى النوع التالت من الجزاء وده النوع الأخير هو نوع حضرتك ما شفتوش ولا سمعته ولا سمعت عنه ولا يمكن أن يخطر على قلبك أو عقلك هذا النوع يسكت عنه الحق جل وعلا ولا يخضر به زي إيه؟ لما المولى عز وجل وصف الفرش التي يجلسوا عليها أو التي يتكوا عليها الأهل الجنة قال الجل وعلا عن وصفها بطائنها من استبرق الله أكبر البطانة اللي هي من جوة حضرتك لما بتعمل أنطري أو بتعمل صالون البطانة بتعملها من أي قماش راضي أيا كان لأن يدوب بس فقط بتلمي بالقطنة أو بتلمي بالأسفنج إنما الظهارة لازم تكون جميلة فالمولى عز وجل بيوصف البطانة مش الظهارة قال بطائنها من استبرق من أجمل وأرق وأحلى أنواع الحرير في الجنة أمال الظهارة يبقى شكلها إيه؟ سكت عنها الحق جل وعلا ولم يخبر بها لأن عقل البشر لن يستطيع أن يتخيل هذا أبدا سبحان الملك وده يوضح لنا حديث المولى عز وجل في الحديث الكدسي كل عمر ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولأن الصوم من الصبر وربنا قال عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجران بغير حساب يعني لا يستطيع أحد أن يتخيل أجر الصابرين فكذلك أجر الصائمين لا يستطيع أحد أن يتخيل أجر الصيام وسيكون مفاجئة يوم القيامة وده يوضح لنا حديث عجيب جدا إن النبي عليه السلام في يوم الآن كان بيصلي بالصحابة فهو راكع آمن ركوع فقال سمع الله لمن حمده فصحابي قال ذكر معين أو دعاء معين هو عمره ما سمعه من النبي عليه السلام لكن هو طلع كده على لسانه قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك فالملكين اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات ما عرفونش يكتبوها إزاي كم ينبغي من الحمد بما يوازي جلال وجه الله وعظيم السلطان فصعد إلى الله عز وجل وقال يا رب عبدك فلان قال مقالة لم نعلم كيف نكتبها قال جل وعلا وماذا قال عبدي وهو أعلم قالوا لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها أنت حتى كملائكة لا تعلموا كم يساوي من الحمد بما ينبغي ويوازي جلال وجه الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى عشان كده كان الخطاب عن مسألة الجنة أو نعيم الجنة أو الجزاء الأخراوي على ثلاث أنواع أخرهم هو النوع الذي لا يخطر على قلب بشر ولذا وضح الحق جل وعلا كل ذلك في حديث روى البخاري ومسلم أن المولى عز وجل قال في الحديث الكدسي قال أعدادت العباد يا الصالحين في الجنة ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل ده يشجعنا أن احنا نتابع النبي على السلام ونمضي ونوقع العقد والصفقة الرابحة مع الحق الجنة وعلا أن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن شاء الله الحلقة القادمة نمسك مفاتيح الجنة ونخش والنبي يوصف لنا كل حتى في الجنة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا والقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظر الوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا وديم الفضل والمن بيوم هنعيش في الجن ده يوم هنعيش في الجن